على مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولات اليوم على انخفاض بنسبة فيفا بلغت 0.9 من المئة عند مستوى 11700 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال فاصل 770 مليونة جاء سهم شركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 10% ليغلق عند 69 ريال فاصل 30 تلقى سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنسبة بلغت 9% فاصل 93 ليغلق عند 157 ريال فاصل 20 كما ارتفع سهم شركة السعودية للعدد والأدوات بنسبة 6% فاصل 35 عند 36 ريالا تصدر سهم شركة البحر الاستثمار والتنمية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا بنسبة 7% فاصل 14 عند 0.13 ريالا ترجمة نانسي قنقر